طيب بالنسبة لتسليح الكاميرات المكسرة يعني مثلا لو احنا عندنا سلم وعايزين نرسم تسليح كاميرا السلم دي وبالك كامير دي فيه حتة افقية اللي هي عند البسطة وبعدين حتة ميلة اللي هي عند قلبة السلم بقى كده حتة تانية افقية طيب كاميرا زي دي دلوقتي في المثال اللي قدامنا ده مش جي تعتبر كاميرا سيمبل طيب فين ال ال داش لما تيتوقف الحيدة عند ال ال داش او ال ال داش وهكزا ال ال داش هي الطول الحقيقي من السابورت للسابورت يعني في المثال ده خبالك هتبقى ايه ال ال داش عندنا بالاخر كده هتبقى المسافة الافقية دي زائد المسافة الميلة زائد المسافة الافقية هو ده الايه ال ال داش طبعا كاميرا زي دي عشان نعرف نرسم لها البن هنحسب وبعدين نقف نحسب عند الجوينت انا مسلا وقفت حسابة عند الجوينت دي لقيت مسلا قيمة المومنت عشرة لتحت هنا يبقى هعمل ايه هنزل عمودي عديتهم عشرة لتحت من ناحية دي ومن نفس النقطة عمودي عديتهم عشرة لتحت ناحية التانية طيب وقفت حسابة المومنت من هنا تلقيمته مسلا اتناشر لتحت يبقى هقف عمودي عديتهم اتناشر لتحت من هنا ومن هنا زي ما اتفقنا طبعا الجزء الافقي ده اوكي وجزء الافقي ده هجيب المومنت العمودي عليه هنا والعمودي عليه هنا لو تفتكر وارسم له بارابولا من ناحية دي وناحية دي. طيب الجزء المايل هنا لو تفتكر هنعمل ايه? هنجيب المومنت العمودي عليه من هنا والعمودي عليه من هنا. اوصل بينهم خط دوتد وانزل من نص الدوتد قد ايه? W L L DASH على تمانية. بس اخب بالك من حاجة. L L DASH بتاعت التسليح غير L DASH بتاعت البن المومنت. L L DASH بتاعت التسليح اللي هو الطول الحقيقي من السابورت للسابورت. طب L DASH بتاعت المومنت الفتاك اللي هو ايه? بين نقطتين اللي احنا معلقين منهم البرابولة. يعني لما تيه تنزل هنا القيمة دي عمودي عديتها. W L L DASH. L L هي المسافة الافقية من هنا لهنا. وال L DASH اللي هي مسافة الميلة من هنا. اللي هو بين النقطتين اللي معلقين منه البرابولة. طيب مبدئين كده طبعا هنرسم ايه? البنومنت ونحط على الاربعة عشرين. وبالمناسبة قيمة W L DASH على الاربعة عشرين دي مش شرط ناخدها W L DASH على الاربعة عشرين. احنا عادة ما ناخدها تلت المومنت الماكسمم اللي تحت. شوف المومنت اللي تحت الماكسمم بكام دي عادة ما بتاخد تلت وبالزبط. طيب كامرة زي دي طلع فيها مسلا تباعد وتداخل والاتنين تحت. اوكي يعني واضح ناخد بالك اللي ايه? تسليح التحت هو اللي هيبقى فيه لعبة كتير شوية. طيب لما نحب نرسم تسليح كامرة زي دي دلوقتي. طبعا اول حاجة هنرسم. ونبتدي نحط التخنات الاعمدة اللي بتبقى عندنا. طيب وبعد كده ابتدي نحط تخنات الكاميرات. بس خب بالك. هنا مسلا افقي. مزبوط. يبقى احنا نطلع مسافة على اتنين عمودي على يعني انت بقى ايه? هتبقى رأسي. فاكروا بنعمل خطوط خفيفة قوي موازية للسنطلاين. طيب في المنطقة اللي في النص هنا ميل. يبقى انت هتطلع عمودي على السنطلاين. ونعمل برضو خطوط خفيفة قوي. فكي نقلنا لحد ما نوصل ايه عندنا نقطة التقاطع هنا. نبقى انتبان لنا في النقطة التقاطع ونقدر ساعة نعمل ايه? نتقل على الخرصانة. طب عايز ارسم التسليح نفس خطوات التسليح بالزبط. اول حاجة ببتدي بمين? الحديد السوفي. الاول على الاقل لنص الحديد من وش العمود لوش العمود. طيب والعمود ده زي ما اتفقنا كده في الطرف يبقى هتعمل له ركبة يمين و ركبة اشمال. طيب مبدئيا فيه حتة هنا عشان بتلخبطنا شوية. انا عارف ان دي فيها تباعد والجون دي فيها تداخل بمفوض تسليح هنا تعمل فيه ايه? مقص. بس بصراحة المقص بنخليه دايما للاخر. يعني بمعنى صح. بنوقف التسليح بتاعنا الاول شوف اللي سياحها توقف فين. وبعد كده ارجع ما تشيك على الجوينت واشوف ازا كان تباعد ولا تداخل. فمبدئيا هنخلي جوينت زي بعدين. طب نص الحديد من وش العمود لوش العمود طب النص التاني هيوقف عند مسافة كام? فكنا قلنا هنا عند عشان داخل عزيرو من ناحية دي ومن ناحية دي بقى ساعة هيقف عند مسافة كام? من ناحيتين. طيب خلاص عرفت كده? الحديد ده وقف فين وسيخ ده هيوقف فين بالزبط? زي ما انتفقنا? نرجع نعمل على مين على الجوينت. يعني ايه? يعني مسلا في المنطقة دي. الحتة دي. طيب هنا الجوينت كان تحت فيها ايه? فيها تباعد تحت. طب يا الحيل اللي تحت هي كميل وو احنا كمين حيل اللي تحت ولا لأ. ما فيش مشكلة. طيب لكن بالنسبة عندنا هنا خبالك للمنطقة دي. هنا كان فيه تداخل تحت. ينفع التسليح اللي سوف لي هنا يتخد كله حاجة واحدة كده. فكنا قلت طبعا ده يعمل ساعة هنا يكسر اللي تحت. في الحال دي هنتطر نعمل ايه? نعمل مقص. فاكن المقص بيترسم ازاي? اتفقنا كل سيخ يتمد على استقامته مسافة يعني خبالك ده يتمد على ساقامته يعني يأفغ من هنا ومن هنا. والصف التاني برضو يتمد من هنا ومن هنا. طبعا انا عارف انه مقص صفين. عشان في الاخر المنطقة دي كان ما عدي عليها في الاخر كم صف? كانوا صفين. ما انت لو عملت المقص في الصف التحت تاني بس. الصف الفوق اني هو كمان يكسر الكوفر. اوكي? طيب انا ما كنت شعره في اعمل المقص وما كنت شعره بصراحة الحديد ده وقف لحد مسافة كام. الا لو انا كنت اوقفت الحديد الاول وبعدين عملت نفسه. طيب فاكن قلنا بعد ما عملنا بس المقص. هنعمل ايه بعد كده? نحط التسليح على اربعة عشرين. واريت تفتكر ان ممنوع اي حاجة تشبك في المقص. يعني نحيض على اربعة عشرين هنا. معادي فوق المقص. طيب في الحطة الفاضية هنحط ايه? ناشي كده. وكنا قلنا بتعمل ايه? في حدود اربعين سنتي. طيب واريت نفتكر قلنا قبل كده. اللي فيها ايه? اللي فيها تباعد. طيب بنحتاج نعمل ايه? نمدها شوية صغارين عشان نعرف نعلق عليها الكنات. طيب بمناسبة الكنات احنا قلنا هنعمل ايه? هتطالح من الكنات بتاعتنا? عموداء على سنتي لاين. طيب عندي فيه هنا. وفيه هنا اللي اتنين بين الهي يبقى احنا محتاجين نعمل ايه في المنطقة دي? والمنطقة دي نعمل عندنا تدخل الكنات. اوكي من اين زي ما قلنا من نقطة راس الزهم? طب الجوينت اللي هنا دي مجيش شكل يعمل زي التمانية. يبقى راسة الزهم فين? فوق اللي هي النقطة دي. ونبقى نيجي النقطة دي نعمل كنات عمودة على من هنا وعمودة على من هنا. طب اللي هنا مش دي عملة زي السبعة يعني ساعتها رأس الساهمة فين? تحت اللي هي النقطة دي بالزبط. يبقى في الحديثة فانا تعمل ايه برضو من النقطة دي كانت عمودة على من ناحية دي ومن ناحية دي. طيب لو فيه ما ليش تفاصيل عندنا. يعني بمعنى اصح عايز تاخد الحديث دول سيخين مسلا وسيخين وسيخين او عايز تاخدوا كل سيخ واحد متكمل مش هتفرق. في كين قلنا انا وظيفته ايه? انه بس يبقى فيه حديد عشان خرصانة تكلبش فيه عشان ايه ما تشرخش. طيب طبعا واضح قوي ان المنطقة دلوقتي اللي فيها هنا تدخل الكنات دي بقت مليانة خطوط كتير اوي. الصب فيها بقى وحش جدا. طيب عشان كده احنا بنفضل في الرسمة نعمل ايه بس? نيجي عند تحت التدخل الكنات نعمل خط قطع في الشرنكش بارز. ده ايه خط القطع ده? ان الشرنكش بارز في الحقيقة مكملة لكنها مش هنكملة في الرسمة. طيب بالنسبة للتفريد. يفضل لو فيه مقاص في التسليح نبينه برضو مقاص في التفريد. يعني نبين برضو ان فيه هنا. يعني مثلا الحديد ده والحديد ده. ما ترسمش الجزء ده هنا وجزء ده تحت. لا احنا يهمنا برضو يبقى باين التفريد انه هيبقى فيه ايه هو كمان في مقاص. وكالعادة طبعا كل حاجة بتتفرد معادة مين ومين زي ما انتفقنا الكنات والشرينكش بارز.